قالت الشرطة السويسرية أن دوافع الهجوم الذي نفذه السويسرية على ركاب غطار يوم أمس لا تزال مجهولة مشيرة إلى أن الهجوم أسفر عن إصابة ستة أشخاص بالإضافة إلى المهاجم وأضرار مادية كبيرة بالغطار ستة جرحى من بينهم طفل وأضرار مادية تقدر بعشرات الآلاف من اليورو خلفها الهجوم الذي استهدف غطارا للركاب في سويسرا مساء السبت فيما تؤكد الشرطة السويسرية أن دوافع الهجوم لا تزال مجهولة ونفذ الهجوم شاب سويسري يبلغ من العمر 27 عاما من خلال إضرام النار في عربة الغطار مستخدما سائلا قابلا للإجتعال قبل أن يقوم بطعن عدد من الركاب وعلنت الشرطة السويسرية هذه المعلومات مشيرة إلى أن دوافع الهجوم ليست واضحة في هذا الحادث الذي يأتي بعد سلسلة هجمات شهدتها أوروبا في الأشهر الأخيرة وتبنات أنظيم داعش عددا منها وصرح متحدث باسم الشرطة أن منفذ الهجوم ليس لديه أي خلفية مرتبطة بالهجرة إلا أن هذا المتحدث لم يرد على سؤال عما إذا كانت الشرطة تعرف الانتماء الديني للرجل الذي قامت بتفتيش منزله في أحد الكنتونات المجاورة لمنطقة الهجوم وضافت الشرطة أن الهجوم وقع في قطار خلال رحلة بالقرب من حدود سويسر الشرقية مع ليشنشتاين والنمسا وأن سبعة أشخاص بمن فيهم المهاجم أدخلوا إلى المستشفى بسبب إصابتهم بحروق وجروح وأن سيدة والمهاجم يعانيان من جروح خطيرة وحياتهما في خطر وشارت الشرطة إلى أن أحدا لم يتمكن من السيطرة على المهاجم بل أصيب بحروق دون أن تؤكد الشرطة المعلومات التي تحدثت عن محاولة المهاجم الانتحار ترجمة نانسي قنقر